موسيقى يعرف عشاق الموضة ومتابع عروض الأزياء جيداً العلامة التجارية كريستيان لوبوتان كريستشن لابوتان الخاصة بالأحذية ولمن لم يسمع بهذا الاسم من قبل فيكفي أن نقول إنه صاحب فكرة طلاء نعل الأحذية باللون الأحمر صاحب العلامة الشهيرة هو المصمم الفرنسي كريستيان لوبوتان الذي ولد 1964 وعاش في باريس وكان يحلم أن يكون صاحب محل لبيع الأحذية ونظراً لعدم تفوقه الدراسي طرد من مدرسته فقرر التركيز على صناعة الأحذية المسائية طفل أسمر وسط عائلة فرنسية شقراء كان لوبوتان الولد الوحيد لعائلته مع ثلاث شقيقات والده عمل نجاراً أما والدته فكانت ربة منزل قال في إحدى المقابلات الصحفية إنه لم يشعر منذ صغره بأنه فرنسي بل إن الاختلاف بين لون بشرته وبشرة والديه وأخواته جعله يعتقد بأن العائلة تبنته من أحد المالجيء صنع لوبوتان تاريخاً خاصاً به للتخلص من حالة العزلة والاختلاف عن أفراد عائلته واهتم بالقراءة في التاريخ الفرعوني الذي شعر بالانتماء إليه الغريب أن لوبوتان اكتشف عام 2014 من فلال إحدى شقيقاته أن والده الحقيقي ليس فرنسياً بل مصري الجنسية فتأكدت شكوكه بأنه تربى باعتباره طفلاً فرعونياً غريباً في أسرة فرنسية صاحب الكعب العالي قال لوبوتان إن ما دفعه لتصميم الأحفية هي لافتة كتبت على بوابة أحد المتاحف في فرنسا تمنع السيدات اللواتي أن تعن الكعب العالي من دخول المتحف حتى لا تفسد أرضيته بدأ لوبوتان عمله في عالم الأحفية في سن الواحد ست متجاهلاً الدراسة والتخصص الأكاديمي سافر إلى مصر للتعرف إلى ثقافتها عن قرب وعاد إلى فرنسا عام 1981 حيث عمل على تصميم أحذية المركات العالمية مثل شانيل وزنتلوران وظل سنوات يحاول إيجاد تصميمه الخاصة التي تكسر القواعد وتحدث مقلة في صناعة الأحذية سر المعالي الحمراء أصابه الإحباط نتيجة عدم رضاه عن تصميم الأحذية وقال إنه كان يعجب بشكل الحذاء المرسوم على الورق لكنه حين يصبح مصنوعاً بين يديه يشعر بشيء مفقود بالمصادفة قرر في إحدى المرات عام 1993 استخدام طلاء الأظافر الأحمر الخاص بمساعدته لتلوين نعل حذاء نسائي وكانت النتيجة مبهرة اشتهرت أحذيته النسائية بالكعب الشديد العلو فكان أول من صنع كعباً بطول 12 سنتيمتراً ذا عصيت الأحذية ذات النعل الأحمر وتسابق الدور الأزياء في تقليدها لكونها تمنح المرأة مظهراً فريداً دعاوى قضائية ضد سرقة النعل الأحمر قرر كريستيان لوبوتان أن يعتمد اللون الأحمر في جميع أحذيته وأن يجعلها العلامة التجارية الخاصة به ولشعوره بتميز تصميماته رفع العديد من الدعاوى القضائية في دول العالم على دور الأزياء التي تستخدم لنعل الأحمر ولا التهمة كانت سرقة تصميم خاصة بشركته رفضت بعض النحاكم طلبه من بينها محكمة بالولايات المتحدة عام 2011 حيث طالب لوبوتان دارست لوران بعدم استخدام النعل الأحمر إذ رأت المحكمة أن قراراً بمنع استخدام لون معين في صناعة الحذاء يعد تقييداً لحريط للإداعي والابتكر إضافة إلى عدم اقتناعها باحتكار شركة استخدام لون معين علامة تجارية لها لكن ومع استمرار لوبوتان في تحريك الدعاوى القضائية استجابت بعض المحاكم لطلبه فتمكن من منع سلسلة متاجر فان فان هر في هولندا من تلوين النعل بالأحمر شهيرات ينتعلم الأحمر باع لوبوتان في العام الأول من بداية عمله مائتان زوج من الأحذية ذات النعل الأحمر وفي عام 2012 باع حوالي 700 ألف زوج من الأحذية وأصبحت نجمات هوليودا وزوجات المشاهير يظهرن في المهرجانات والمناسبات الرسمية بأحذية لوبوتان ذات الكعب العالي مثل كيت وينسليت وريانا وبيونسيه وكندال جينير وكانت أكثر زبونة اشترت أحذيته هي كاتبة الروايات الأمريكية دانييل ستيل التي تقتني ما يزيد على 6000 زوج من علامة لوبوتان واشترت في إحدى زياراتها لمتجره 80 زوجا دفعة واحدة في عام 2011 خرج لوبوتان بأول مجموعة رجالية من تصميمه وهي أحذية كلاسيكية وكذلك كجوال غير رسمية بالنعل الأحمر ذاته